حسين ياسر محمد نفسه يعني مع حفظ الألقاب يعني راجل له أصمع عظيمة جدا في قطاع النشئين في نادي الزمالك له نجاحات والناس تتحدث عنه بكل خير وجمال الزمالك حتى فرحت انه بقى موجود في الجهاز الفني الأول لفريق الزمالك دقت نادي الزمالك حتى وصقت فيك وقالت انه هيبقى موجود مهم الكلام اللي كان بيطلع والأخبار بتطلع من الفريق وقت صعب جدا ان حسين ياسر كان عامل دور عظيم جدا في انه يلم اللعيبة وانه يشتغل طبعا شغله الفني انت ما اكملتش انت ما عادتش فترة كبيرة ايه اللي حصل والله انا زي ما قلتلك كريم يعني الحمد لله بقى لي سنتين في النادي رجاءت تاني مكاني واشتغلت مع فريق الفين وثلاثة ومعظمهم الحمد لله شايفهم بلعبوا دلوقتي الفترة أخيرة حتى مع أسوري وقبل كده كمان مع مستر فرير اديهم فرصة السنة اللي فاتت وقت سعيد جدا بدا انهم انا شوف اللعيبة بتاعتي ان انا اشتغلت معاها وحاولت ان انا نطورهم وعملت موسم ونص كويس معاهم جدا لحد ما جدت اتويج ان من نادي نفسه ادارة النادي قررت ان انا اكون موجود في الفريق الاول وطبعا في ناس ممكن تقول لي اعتقد كان الوقت مش مناسب ان انت تكون موجود بسبب ان الفترة دي كان فيها صعوبات والأخبطة فانت موجود في الوقت دوت صعب كمان ادخلت في الوقت مش كويس لكن مش هقدر اقول لنادي لأ يعني لما يجيلي فرصة ان انا اشتغل مع مستر فريرا كمان كابتن اسامة نبيه كان موجود مش هقولي النادي لأ ما اشتغلش يعني حتى لو هي الفترة مش كويسة وسعيح ان انا مكنت صاحب قرار يعني انا كنت الفترة دي موجود كمدرب مساعد وطبعا في ناس اكبر مني مستر فريرا هو طبعا صاحب القرار الاول وكابتن اسامة نبيه المساعد بتاعه كان موجود وانا موجود معهم وكنت بشوف الموقع يكمتابع وكنت بحاول اساعد بقدر الامكان الدوري المطلوب مني لان انت دورك كمدير فني او انت الرقم واحد بما مختلف من انت موجود فانا كنت موجود معهم بحاول بقدر الامكان بكل خبرات اللي انا اخدتها ان انا اقدر برضو ساعد بس ما كانش بالشكل الكافي طبعا ان انا اقدر شايف حاجات كتير بتحصل ما اقدرش ان انت تغيرها لوحدك يعني كان لازم اكيد فيه تدخلات كتير ان انت تقدر تغير واحدة واحدة وده بياخد وقت زي ما قلت وده اللي حصل مع المدر بالحال ان هو اخد وقت قبل ما يوصل لشكل الزمالك اللي وصل له النهاردة برضو اخد له شهرين ثلاثة فانا الفترة دي طبعا كنت حزين جدا ان هي ما كانش فيها توفيق لان طبعا بطولة افريقيا اللي كنا شاركنا فيها وامبراط اللي ابناها في تونس والجزائر وفي ليبيا وفي نفس الوقت المستوى اللي في الدوري اللي زهرنا به ما كانش كويس فخرج من بطولة افريقيا وخرج في الدوري بشكل مش كويس ورحيل مستر فريرا وراحل الجهاز كله معاه انا كنت اتمنى طبعا اكيد ان انا اكمل مع الجهاز الموجود لان انا كانت فترة ثلاثة شهور تقريبا وده لانا كان الكلام اللي كان هو داير في النادي طبعا ان انا مكمل سواء مع الجهاز الجيد لان هما كانوا عارفين ان انا تلاقتي في وقت صعب جدا وما قدرتش انا لسه عمل حاجة لكن ده قرارات مجلس ادارة قرارات لجنة فنية قرارات معرفش مين المسؤول عنها وقراروا ان انا مشي مع جهاز